المشروع اللي احنا فيه انشاء الطريق الرابط لأحراش نور شمس طبعا المشروع ينفذ من قبل وزارة الأشغال لصالح بلدية طول كرم مرحلة أولى للحديقة الوطنية اللي راح تقام في جزء من الأحراش طبعا وزارة الأشغال بتقوم على تنفيذه بتكلف تقدر بخمسمائة ألف شيكل أو يزيد مش المشروع الأول اللي وزارة الأشغال بتقوم على تنفيذه طبعا فيه عبارات عبارة الميجا وعبارة كتابة وعبارة شارع فرعون وبالإضافة لعبارة مدخل عبارة عزبة شوفي قامت الأشغال كمان بتنفيذها لتهيئتها لاستقبال ظروف جوية صعبة طبعا معدات الأشغال اشتغلت جنبا إلى جنب مع معدات البلدية في تنظيف وادي الزومر وكمان في عنا مشاريع وادتين لسه شغال مع الأخوة في وزارة الأشغال احنا منشكر الأخوة في وزارة الأشغال على تعاونهم مع بلدية طول كريم ومنشكر الأخوة في الذات في مدرية الأشغال فرع طول كريم على هذا التعاون الغير مسبوك اللي قاموا فيه هذه السنة وإن شاء الله خير إن شاء الله يتكمل المشروع وتيجي المراحل الثانية منه على خير إن شاء الله